ينضم إلينا الآن عبر الانترنت من واشنطن دكتور عمر حمزاوي أستاذ العلوم السياسية دكتور عمر أحييك لا أعلم هو جاهز معنا من الناحية الفنية أم لا لكن سنتحدث معي دكتور عمر حمزاوي أحييك أنت الآن موجود معنا على شاشة الجزيرة مباشر دكتور عمر صفقة الأسرى هي نقطة فارقة في هذا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 47 يوما بداية لنهاية هذا العدوان من وجهة نظرك أم لا شكرا جزيلا على الاستضافة أتمنى أن تكون خادر على ومن ثم المشاهدات والمشاهدون لديهم القدرة على سماعي بصورة واضحة يبدو نعم عظيم من الصعب جدا الحكم أن كانت هذه الخطوة ستكون بداية لنهاية الحرب أم لا وذلك لا أسباب مختلفة سبب الأولى أن الحكومة الإسرائيلية حكومة الحرب الإسرائيلية تتحدث بصورة واضحة أن لها أهداف محددة من هذه الهدنة ومن هذه الصفقة التبادلية ولا تريد أن تتجاوزها باتجاه وقف نهائي أو مستمر للعمليات العسكرية كما يسمونها في إسرائيل الأمر الثاني داخل إسرائيل هناك تنازع كبير مدال حول الأهداف التي قالت إسرائيل أنها تريد تحقيقها من عدوانها على غزة وهذه الأهداف كانت بين ما يتحدثون عنه فيما يتعلق بتدمير حماس ما يسمونه تدميراً لحماس والفصائل الأخرى فضلاً عن الإفراج أو عودة كل الرهائن المحتجزين في قطع غزة السبب الثالث أمريكياً داخل الولايات المتحدة الأمريكية يكاد يكون الخطاب الرسمي الأمريكي على درجة عالية من التشابه مع الخطاب الإسرائيلي هو يتحدث عن خطوة ديبلوماسية خطوة ليست بهدف تهدئة الحرب وليست بهدف وقف العمليات العسكرية أو الذهاب منها إلى مفاوضات حول ماذا سيحدث فيما بعد ولكن هم يتحدثون عن هدف رئيسي والإفراج عن الرهائن المحتجزين داخل غزة ومن ثم إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع ومستلزمات الحياة داخل القطاع لأهل القطاع الذين يعانون من قسوة الحرب الإسرائيلية عليهم منذ أكثر من أسبوع فهذه هي الأسباب التي تدفعني إلى عدم التعجل وعدم إصدار أحكام خطاعي هل من الممكن أن نرى قريبا تغيرا في الموقف الأمريكي تجاه هذا العدوان دكتور أم لا؟ الموقف الأمريكي تغير جزئيا خلال الأسبوع الماضية تغير من السير وراء الموقف الإسرائيل والتطابق الكامل مع الموقف الإسرائيلي إلى شيء من الإبتعاد المحدود عن الموقف الإسرائيلية هذا الإبتعاد له أسباب الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية الرسمية الإدارة بدأت تشك في أهداف إسرائيل المعلنة في مدى واقعيتها وهذا أمر طبيعي لأن عندما تقول أنك تريد أن تدمر حركة مقاومة لها حاضنة شعبية فأنت تتحدث بصورة غير وقعية مهما كنت تمارس من عدوان ومهما كانت جرائم الحرب المرتكبة الأمر الثاني لولايات المتحدة الأمريكية بداخلها هناك شيء من تصاعد كان هناك شيء من تصاعد المعارضة داخل المؤسسات الرسمية داخل وزارة الخارجية داخل وكالة التنمية داخل جهات أخرى وهذا أمر يؤثر هناك نازع داخل الرأي العام الأمريكي ليس الرأي العام الأمريكي بمنحاز إلى الرواية الفلسطينية أو المواقف الفلسطينية والعربية ولكنه على الأقل في قطاعات مؤثرة بدأ يشكك في الرواية الإسرائيلية وفي الامحياز الأمريكي للمواقف الإسرائيلية رابعا الرأي العام العالمي طبعا العدد الرهيب من الضحايا الضمار والمشاهد المروعة للضمار التي حركتها وسائل التواصل الاجتماعي بالأساس عالميا خارج المحيط العربي خارج فلسطين وخارج المحيط العربي نظر الانحياز وسائل الإعلام التقييدية للرواية الإسرائيلية هذا أمر أيضا أثر على صناع القرار هناك ولكن لا تنسى أن الولايات المتحدة مقبلة على عام انتخابات له حسابات كثيرة جدا وبالتالي هذا التغير المحدود أنا لا أعتقد أنه سيطور إلى ضغط على إسرائيل الولايات المتحدة لا تريد أن تضغط على إسرائيل ولكن تريد كما تقول أن ترشد من الفعل الإسرائيلي ومن ثم هدنة ومن ثم وقف جزئي لمدة أيام لإطلاق النار ثم تنفتح الإحساملات مرة أخرى على حسابات كثيرة ومعقدة فعلينا ألا نتعجل أيضا في الحكم على التغير في الموقف الأمريكي وهو تغير محدود الهبة الشعبية خصوصا في العواصم الغربية تأكيد أنت تبعتها بدقة دكتور عمر هل منها ممكن أن يكون لها تأثير حقيقي على قادة الغرب في فكرة الانحياس وفكرة إعطاء الغطاء السياسي وغير السياسي لإسرائيل للاستمرار في عدوانها على القطاع بهذا الشكل الذي نرى الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الحكومات الأوروبية قدمت بالفعل الغطاء السياسي والدكتماسي عالميا وبمعزل عن إرادة العالم يعني بمعزل عن إرادة دول الجنوب العالمي بمعزل عن إرادة أغلبية دول المجتمع الدولي ولنا أن نعود إلى التصويت الذي تم في الجمعية العامة لنكتشف الأمر فهم وفروا الغطاء السياسي والغطاء الدكتماسي لإسرائيل ومنذ اللحظة الأولى وكان هناك تعاطف الرأي العام داخل الولايات المتحدة أفواً دكتور للمقافة أنا في منتهى الأسف لكن لدينا مؤتمر صحفي ترجمة نانسي قنقر